بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا ببرج الأسد في القراءة العاطفية لو كنت جديد في القناة المرجو اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد فحاليا هنشوف أحوالك العاطفية يا برج الأسد احنا هنشوفك ونشوف أحوالك وأحوال الحبيب فبتمنى تحطوا النية عشان توصلني طاقتكم يا برج الأسد انت حاليا لا تكلم الحبيب وباصس في ناحية تانية على أساس انك مش بتحبه لكن انت بتمثل عليه انت مهتم به وبتحبه لكن انت مبين له كأنك مش مهتم لإله والحبيب كمان فاكر انك مش مهتم به ومش عاوزه فشكلك يا برج الأسد شكلك زعلان من الحبيب الحقيقة هو من جدب إلك وشايف انه انت مش من جدب إله فطالع عندي ورقة بتقول له للحبيب بعدك عنه ضياء كتير الورقة دي بتقول له انه الشفاء جاي والموقف ده كان لازم يمر به عشان يعرف يسامح الناس ويسامح نفسه ويوصل للسعادة فكأنه الماضي بيطردك يا برج الأسد لهيك انت لازم تتسامح عشان تقدر تشوف شخص جديد اللي جاي بطريقك فممكن تكون كانت في علاقة حب علاقة عميقة بينكم وانت لازم تعمل الشفاء داتي فواضح انك يا برج الأسد بتكتم جواك حاجات كتير وما بتحكيش لحد أسرارك وأوجاعك وانت محتاج تتجاوز الوضع ده انت لازم تتجاوز هالوضع هذا فانا شايفاك يا برج الأسد بتعمل أعمال خير كتير وانت إنسان ناجح وقلبك طيب وبتحب بتخدم الناس ولكن الشخص ده انت واخد منه موقف فممكن يا برج الأسد اذا شفت الشخص ده بعين الحب يمكن تشوف حاجات تانية برضو مختلفة فيه فعندي هنا في رسالة من صديق بتقول لك الحبيب قلبه مكسور وهو حزين لأنكم مش بتتكلموا مع بعض وحتى لو كان الغاب منه فهو حاسس بنادم فهو حاسس بنادم شديد فكده كده يعني انت لازم تحاول تعيذ النظر في موضوع الإنسان هذا لأنه هو بيحبك كتير وبيرقبك كتير وبيفكرك فيك كتير خليني شوف لك كمان شو رح يطلع معنا فطلع لك كارتين يا برج الأسد الكارت الأول بيقول لك خد خطوة الأولى وابدع لأنه في شغلات حلوة جاي بطريقك والكارت الثاني بيقول لك افتح قلبك واسمع الاقتراحات الإيجابية عشان تنفتح على العالم فأنت شخص روحاني فأنت حسب مظاهر عندي أنت شخص بتشفي الناس سواء بكلامك سواء بشغلات بتعملها ومش بتشفي نفسك بتساعد الناس وبتهتم بيهم وبتنسى نفسك فأنت تحتاج مساعدة من شخص عشان يعني تتجاوز عشان تتخلص من الأزمة النفسية اللي انت عايش فيها أو اللي صارت معك فالورقة اللي طلعت خد خطوة الأولى وابدع لأنه في شغلات حلوة جاي بطريقك هذه الورقة اللي طلعت لك قبل شوي ورع الأولى كذلك الحبيب مركز كثير في نجاحاته وإنجاساته وشاعر إن قلبه مكسور أو أنت مش عايزه وبيحاول يعمل استشفاء ويتسامح فالحبيب يحاول يحسن قلبه مكسور واضح عندي إنه الحبيب مكسور لأنك أنت مش معاه واضح إنه كمان عمل حاجات زعالتك أما إذا كنتوا في أسرة أو متزوزين بالفعل فواضح أنتوا ما تكلمتوش مع بعض من فترة طويلة وعندكم مشاكل بالحقيقة الإنسان ده زعلان وندمان وحاسس إنك مش عايز مش عايز تتكلم معاه وإنك مش معبره هو حاليا يحاول الاستشفاء ومع ذلك هو بيحبك كتير طالع عندي إنه بيحبك يعني في عنده حب كبير لإلك بقلبه ففي الوقت الحالي يعني بصراحة فهنشوف شو عم يعمل في الوقت الحالي بيحاول يركز على نفسه وعلى الجاذبية يعني الجاذبية تبعه لأنه شاكلك في نفسه هو يهتم بنفسه جسديا عشان يلفت نظرك أما أنت يا برج الأسد فأنا شايفاك أنت عم تشوف لأدام وحتكون إيجابي وحتدرس الأمور وحتعطيها كمان الوقت الكافي للتفكير اللي تفكر بشكل صحيح كمان طالع عندي إنه ورقة إنك إنسان طيب وبتفكر تسافر ما بعرف لوين يا برج الأسد بس يعني في طالع عندي سفر لإلك خليني شوف إذا في طرف ثالث يعني إذا هليني شوف يا برج الأسد فإذا كان طرف ثالث بيناتكم فإنت غالباً حتحسم الأمر وحب تخبرك إنه الشخص إذا إنه الحبيب عم يعمل حالياً نجاحات كبيرة وإنجازات وهو روحاني جداً بصراحة بصراحة يعني هو بيبعث لك رسائل روحية وإنت مطنش فبيقول لك الورق يا برج الأسد ركز شوي وإنت جيالك أيام جميلة وفي عندك شفاء للألب فماذا سيحصل خلينا نشوف شو رح يصير يا برج الأسد خلينا نشيل هدوني هون نشوف شو رح يصير أشياء جميلة زي نحي كثير في الحقيقة هناك بداية جديدة وفي تسامح كبير لإنه الإنسان ده بيحبك والحب تبع حب حقيقي هو يستحق تعطيه فرصة تانية ودي نعمة من عند رب العالمين فحتبقى في بداية جديدة بينكم وحتشوف ده الإنسان ده من خلال الحب لأنك أنت إنسان طيب جدا وبتخدم الناس وبتعمل خير وحتاخد قرار يعني أنت حتاخد قرار في الموضوع هذا حتصلى حاجات كثيرة بتخصك يا برج الأسد في رجوع يا برج الأسد في رجوع في رجوع ليكم دعوني أعطيه كارت النصيحة دعوني أرى كارت النصيحة أنا أعمل بعمل بورق بـ 80 لذلك لا يظهر دعوني أرى كارت النصيحة إجاك كارت بيقول السعادة هي حقك في الميلاد في الميلاد يعني الكارت دا ما تلعش هكا أكيد في رسادة السعادة هي حقك في الميلاد فأنت محتاج تفك ومحتاج شخص لساعدك والمساعدة هي حقك الطبيعي فأنت تستحق الأوراق اللي طلعالك حلوة يا برج الأسد كل سنة وإنتوا طيبين يا برج الأسد قلوا لي إيه رأيكم في القراءة وليه الحبيب زعلان يعني إيش عمل لألكم وخبروني إيه الأخبار ومتنسوش تعملوش ترات ترقانا ترجمة نانسي قنقر